ومشاهدين في فقرتنا الخاصة بالبيئة راح نتحدث عن العلاقة بين التغيير المناخي وتأثيرها على أمن المرأة العراقية الإنساني بشكل خاص ومن منظور اجتماعي حيث هناك ربط سبب بين المرأة والمناخ والهشاشة بحسب دراسات نوقشت ضمن فعاليات تبحث في شؤون البيئة وبيئة العيش السليمة لشريحة النسوى في العراق نعم قلزان راح نناقش موضوع النساء في دائرة الفعل المناخي حيث أن مخاطر التغيير المناخي تشكل مخاطر تهدد حقوق النساء والفتيات بشكل كبير كيف؟ هذا اللي راح تشرح لنا يا الباحثة الأستاذة عبير من بغداد يسعى صباحة أستاذة أهلا بيش نورتينا يسعى صباحة أستاذة أهلا بيش صباح الخير عليكم صباح الخير على مشاهديكم ومتابعيكم وأهلا وسهلا سعيدة جدا في هذا اللقاء المهم اللي يسلط الضوء على همية التغيير المناخي شكرا أهلا بيش نورتينا أستاذة بالبداية خبرينا ليش التركيز على المرأة بالذات معا أن كل الشرائح المجتمع تتأثر بالتغيرات نعم حقيقة دعيني في البدء أنه أوضح ما هو نعم واضح واضح دعيني قبل أن أجيب على سؤالك أنه أوضح ما هو التغيير المناخي والجواب هو أنه التغيير المناخي عادة حدث نتيجة لتدخلات قد تكون تدخلات العنصر البشري أو قد تكون هناك الطبيعة دخلت في هذا الموضوع وجعلت من دوران الشمس ذات تأثير على التغيير المناخي أما العنصر البشري نحن نشهد منذ الثورة الصناعية أنه كثير من التغيرات قد صاحبتها نتيجة للاحتراق الغازات النفط الوقود وهذا أدى إلى انبعاثات غازية ولدت هذه الانبعاثات أن تكون بمثابة غطاء على الكرة الأرضية وحبسة الحرارة الشمسية وأدت إلى ارتفاع مخيف لدرجات الحرارة حقيقة نعم وسنويا نشهد هذه التغييرات وهذه الاتفاع في درجة الحرارة وأكيد أنه هذه كلها الظروف وما ترافقها من تغييرات المناخية وما ترافقها من ذوبان الجليد من الفيضانات من السيول من شحة المياه تصحر كلها هذه العوامل تلقي بظلالها وتأثيراتها على الإنسان على السكان ولكن تبقى المرأة هي أكثر تأثرا بهذه التغييرات باعتبار المرأة كان ضعيف كان لديه القدرات البنيوية البسيطة الأمكانيات أو أدوات التكييف هي تكون بسيطة جدا أو قد تكون معدومة ولهذا نشوف المرأة هي من أكثر الفئات الموجودة في المجتمع تتأثر بكل الظروف بكل العوامل سواء كانت اقتصادية اجتماعية تغيرات مناخية تبقى المرأة هي تتحمل العبء الأكثر من تلك التغيرات لا ننسى أنه الأدوار الاجتماعية أيضا يعني اللي تأخذها اللي تقع على عاتق المرأة هي أكثر من الأدوار الاجتماعية اللي تقع على عاتق الرجل فنجد المرأة هي المسؤولة عن الإنجاب هي مسؤولة عن تربية الأولاد هي مسؤولة في بعض الأحيان وخاصة في مناطق الريفية هي عن الإنتاج مسؤولة عن الاستهلاك هي عن في بعض الأحيان حتى هي تكون تصنع المواد الأولية تصنع المنتوجات حتى تبيحها يعني كل هذه العوامل حقيقة جعلت من المرأة هي أكثر الفئات هشاشة وأكثر الفئات تعرضة لكل التغيرات وكل الظروف المحيطة بها نعم طيب أستاذا ما هي النشاطات الرئيسية لشبكة المرأة للسلام والأمن البيئي صوت وواضح نعم طبعا أستاذا ح scenery ما هي النشاطات الرئيسية لشبكة المرأة للسلام والأمن البيئي الصوت واضح من دي سامعتنا هسا أستاذة سامعتنا نعم طبعا فقدنا الاتصال ويها طبعا هذا الشيء كل شيء مهم نقول زار تعافين أنت اليوم المناخ خاصة الكل لازم يهتم بي ولازم يكون أكو توعية صح أنه نهتم بالنساء ولكن أنا أشوف أن هذه المواضيع لازم تكون بالمدارس من الابتدائية حتى لأنه أنت لن تتعلم الطفل يهتم بالبيئة يهتم بمشاكل هواية ثانية نحن نعاني من عددها شوية شوية هذه المشاكل ستقل لأنه اليوم نحن لا نتعبدين على هذا الشيء أو نشوف أحد شبير مثلا من قريب علينا يسوي شيء غلط ونكرر هذا الشيء نحس أنه شيء طبيعي وشيء صح لكن إذا نحن بعلم ودراية أنه هذا الشيء ممكن تسبب لنا مشاكل بالمستقبل حتى إذا نشوف مقابل لديه يسوي هذا الشيء غلط ممكن ننطي معلومة ونقول لها هذا الشيء ممكن تأثر على تغيرات المناخية أو ممكن تسبب لنا مشاكل في المستقبل مثل ما صارت العام وأولة العام هاي خلي نقول الهزات الأرضية اللي صارت بكثير من البلدان همينا قالوا بسبب تغيرات المناخية اللي تتصير حتى تحت الأرض يعني هناك شغلات إحنا ما نعرفها ممكن أنه تصير يعني هاي المشاكل طبعا ضيفتنا جاهزة ويانا حاليا ورجعت حتى نرجع نسأله وناخر معلومات أهم نعم أستاذ عبير أستاذ عبير سامعتنا نعم واضح نعم أستاذ عبير أستاذ عبير سألت شنو هي النشاطات الرئيسية لشبكة المرأة للسلام والأمن البيئي نعم شبكة المرأة للسلام والأمن البيئي حقيقة هي تضم مجموعة من المنظمات مجموعة من الشراكات مع الحكومة مجموعة من النشاطاء أيضا يدخل بيها المنظمات الدولية المراكز البخوث فهذه ارتأت السيدة رئيسة الشبكة أنه تتوسع يعني نحن نعرف هناك العديد من المنظمات المجتمع المدني وكل منظمة لها تخصصها وتعمل في مجال معين فارتأت السيدة خانم رئيسة الشبكة أن تجمع تحت هذه المظلة وهذه التسمية العديد من المنظمات ذات العلاقة في كثير من المواضيع تعرفين هناك منظمات مختصة بجودة التعليم منظمات مختصة في النشاط الاقتصادي في مناهضة العنف ضد المرأة منظمات مختصة في الأمن الإنساني في التغيير المناخي فهذه التنوعات في الاختصاصات هي من الجميل أنه تجتمع تحت مظلة واحدة ترعاها ألا وهي منظمة أو شبكة المرأة للسلام والأمن البيئي وهذه لها أهداف هذه الشبكة من أهدافها ومن أولويات أهدافها أنه الاهتمام في العامل المناخي أو التغييرات المناخية باعتبارها أحد أهداف التنمية المستدامة نعم ستة عبير طبعا شكرا إليش والتواجدت ويانا شكرا إليش نورتين شكرا إليش شكرا إليش